اشتركوا في القناة سعادتها إنشاء صندوق الابتكار الزراعي والبيئي من شأنه التوحيد بين الجهود الحكومية والبرلمانية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ذات الصلة بهدف تمويل ودعم المشاريع الابتكارية التي تركز على تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الاستدامة البيئية وذلك من خلال العمل على تمويل المراكز البحثية لتطوير تقنيات زراعية صديقة للبيئة عن طريق استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مشاركة مجلس الشورى في هذا المحفل الفرلماني المهم تأتي استجابة واستكمال للجهود الحثيثة التي قوم بها حضر الصاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والتي تتمثل في بناء وتوطير العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة مثل ما تعرفون تضمنت الزيارة الرسمية التي قام بها جلالة الملك المعظم إلى روسيا الاتحادية قبل أشهر مباحثات تناولت علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على كافة المستويات أيضا شهدت زيارة جلالة حفظه الله ورعاه مقر الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي ولقاء رئيسة الجمعية وهذا يدل على التوجه الملكي للاهتمام بتطوير العلاقات الفرلمانية بين البلدين ورؤية جلالة لأهمية المسيرة الفرلمانية في تحقيق التقدم والتطور بالبلدان وبالتالي فنحن كسلطة تشريعية نجد أنه من منطلق مسؤوليتنا أن ننقل هذا المستوى من العمل الدولي الذي يقوده جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه إلى مراحل تنفيذية تنعكس بالتقدم والنماء على البلدان والشعوب